اشتركوا في القناة في القناة العربية كانت وحدة الهدف والمصير المشترك وتوحيد الصف العربي تجاه التحديات والأحداث الإقليمية والدولية مصر التي احتضنت مقر جامعة الدول العربية كانت أيضا حاضنة لأول اجتماع عربي في مايو عام 1946 وعرف بقمة أنشاص الطارئة بالأسكندرية ووضعت القضية الفلسطينية على رأس أولويات جدول أعمال القادة العرب توالا عقاد القمم العربية بشكل دوري وأخرى بشكل طارئ وظلت القضية الفلسطينية الهاجسة الأكبر للقادة العرب ومحور أعمال القمم العربية فمنذ قرابة خمسين عاما استضافت الجزائر القمة العادية السادسة في نوفمبر عام 1973 القمة دعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس إضافة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة الجزائر استضافت أول قمة عربية إلكترونية بدون أوراق في نسختها الحادية والثلاثين العام الماضي وتظل القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال القادة العرب رغم التحديات الأخطر عالميا وإقليميا وفي مقدمتها الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية والتغيرات المناخية وحروب الطاقة والغذاء وكان لمصر دور كبير في إنجاح القمم العربية السابقة والحالية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في وقت دقيق تواجه فيه الكثير من الدول العربية مخاطر التدخلات الأجنبية فضلا عن اشتعال فاتيل الأزمات في دول الجوار محمد شلآمي التلفزيون المصري